مرحبا برج الأسد أهلا بكم بشكل عام قبل ما أدخل في تفاصيلها الشخص القادم في طريقكم رح يكون شخص لا يستهان فيه على مستوى من الوظيفة على مستوى من الخبرة عنده مستوى حتى من القبول عند الجانب أو الجنس الآخر فهذا شخص يعني ما أقول لك شايف حالة برج الأسد وإنما يملك خيارات في الحياة وإنك أيضا تملك خيارات في الحياة ولكن لسبب من الأسباب رح يقع الأخيار عليك بإذن الله أول شي حروف اسمه حرف الباء احتمال يكون في اسمه وحرف الألف على أغلب الاحتمالات البرج اللي يأتي منه طاقة أرضية قوية موجودة عند هذا الشخص ممكن يكون برج الثور برج الجدي أو برج العقرب أيضا شفتها في القراءة طاقة النارية أيضا موجودة ولكن أحسها هي طاقتك ممكن يكون أيضا جوزة لأن هذا شخص يحب يتحداك يحب أن أنت تخرج أفضل ما فيه وهو أيضا رح يخرج أفضل ما فيك أوقات أفضل ما فيك أوقات أسوأ ما فيك لأن أثنينكم أصحاب أراء قوية وشخصيات قوية هذا اللي قاعدة أشوفه خلا نشوف أول شي وقت اللقاء برج الأسد وقت اللقاء هنا احتمال كبير يكون في إجازة طويلة يعني تكون إجازة في توقيت إجازة الصيف هنا في ثلاثة أيام يكون يكون إجازة كريسماس إجازة صيف إجازة السنة الميلادية الجديدة هذا هو أغلب الإحتمالات على الأغلب في بداية السنة نكون تونا نتهينا من إحتفالات نهاية السنة هنا فعدنا طاقة أول ثلاثة شهور من السنة هذين شهر فبراير أو شهر جنواري يناير فبراير مارس أغلب احتمالات رح تكون في أول أشهر السنة الميلادية كنون كأن أنتو توكموا مشاطبين مشاطبين رح تمتهم من إجازة معينة وتبتدؤون في دوامات أو عمل أو وظيفة أو دوام سواء دوام كام مدرسي أو دوام عمل أوكي خلنا نشوف الحين مكان اللقاء مكان اللقاء عندكم هنا قاعدة أشوف المكان اللي راح تلتقون فيه برج الأسد هو مكان فيه ضوضاء فيه الزحام فيه أشخاص يأتون ويذهبون وفيه أيضا توزيع أرقام أو توزيع مقتنيات ممكن يكون في أحد المحلات أو في أحد المجمعات التجارية اللي أنت حاول أن تحصل فيها على دور في الطابور اللي أنت واقف في دور في الطابور يكون فيه كذا شخص يمكن يتخطونك في الدور وهو رح يكون مو هذا الشخص وإنما رح يكون فيها ذاك المكان المكان اللي فيه نوع من التخبط زحمة عدة أشخاص ينتظرون مثلا شخص معين ينتظرون دكتور ينتظرون موظف ينتظرون المحاسب عشان يحاسبون يدفعون قيمة بضاعة ويذهبون كل هاي الاحتمالات موجودة ولكن قاعدة أشوف هنا أن مكان الالتقاء رح يكونون أثنيكم تنتظرون شيء أو شخص أنزين خلا نشوف مواصفاته الشكلية هذا شخص يميل إلى أنه يكون مو كثيرا ولكن نوعا ما مفتول العضلات يحب أن يمارس رفع الأفقال أنزين طوله متوسط ولكن فيه عرض في جسمه بسبب هاي الرياضة عيونه تميل إلى أنها تكون بنية أو عسلية أنيق المظهر ولكن يحب اللبس الكاجول لبس الكاجول يعني تي شيرت مع جينز يحب أن يكون ألوانه الأحمر والأزرق والأخضر هاي الألوان الأساسية يحب أن يلبسها ويكررها دائما في ملابسه هذا الشخص احتمال كبير أنه لا يدخن أبدا أو أنه يدخن كثيرا يعني يا أبيض يا أسود مع هذا الشخص إما رح يكون أبدا ما يحب الدخان وما يطيقه وما يتحمله أو أنه جدا يدخن وبكثرة يعني دائما يده فيها زقارة شنو بعد؟ آه يهتم بلحيته يهتم بترتيب لحيته لحيته مو ثقيلة خفيفة ولكن يهتم بتحديدها برسمها هذه مواصفاته الشكلية يقف منتصب يعني ما يثني ظهره ما يوقف وكتف نازل دائما تشذي وكفته فيها صلابة وكفته نوعا ما أيضا رياضية مثل الهواية اللي يحب أن يمرزها من هواياته الأشياء اللي فيها ترفيه وسينما وأفلام ومن هواياته أيضا البحر الصيد الحداق السباحة أي شيء يخص البحر والماء بيكونون من هواياته خلنا نشوف هنا ما هي أطباعة هذا الشخص هذا الشخص ما رح يصل إلى حياتكم إلا أنه بيكون مشه مشوار طويل لوحده قردي درس تخرج عمل احتمال يكون انفصل في السابق ولكن زواجه أو ارتباطه القديم لم يدوم فترة طويلة على الأغلب ما عنده أبناء بس ممكن بس أنا أشوف الطاقة الأغلب ما عنده أبناء إنزين فهذا شخص يكون عده مشوار محترم في حياته سنة على الأغلب في الثلاثينات لحد ما وصل عندكم يعني مو شخص تو طالع من البيضة لا لا مشه مشوار صاحب خبرة وصاحب رؤية عارف عارف هو من وعارف وين يبي يروح الرأيه واضح بخصوص هاي الأمور أحب الإبتسامة لكن لا تغرق إبتسامة لأن منظره الأولي يمكن يكون منظره في البداية جاف أو رسمي ولكن هو بالعادة يحب الإبتسام إنزين كريم خصوصا على نفسه كريم جدا مع نفسه يعني الأموال ما يصرفها بالراحة وخصوصا على نفسه كريم ما يحب أنه يبخل على نفسه بأي شيء خاطرة فيه أوكي أحب السيارات وخصوصا سيارات الدفع أحسى يملك سيارة كبيرة يعني سيارة الدفع الرباعي نحن نسميها جيب من السيارات الكبيرة أوكي أحب هاي النوع من السيارات قلت لكم الألوان اللي يحبها هذا الشخص لما تقصير الالتقاء معاكم ما بيكون فيه علاقة وإنما عنده عنده صداقات مع الجنس الآخر فيه صداقات هو موجود فيها يعني مو أعزب بشكل كامل وإنه حتى مرتبط وإنما يقضي وقته في صداقات لأنه هذي هو طبيعة تفكيرة نوعا ما متقدمة بالعادة هذا الانسان صعب جدا أنه يلتزم يأخذ وقت طويل أو يفكر كثيرا قبل ما يلتزم عشان شدي قلت لكم احتمال كبير يكون هذا الشخص برجة ترابي أو هواي يعني مو على طول حتى لو حبك حتى لو رتاح معاك حتى لو 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 الالتزام نفسه رح يأخذ وقت وبروسيس طويل معا نزيل شخصية مستقلة مو في أحد يقدر عليه في بيتهم بعض الأشخاص شفنا في القراءات السابقة أنه مثلا كلام أمهم كلام أختهم كلام أهلهم جدا قوي تأثير عليهم هذا الشخص لا الكلمة الوحيدة اللي تمشي عليه هو رأيه الشخصي فعشان شدي أقول لك رح يمثل بالنسبة لك تحدي خصوصا وإنه إنسان صاحب خبرة ولكن خلت عمق هني في شخصية أهو كإنسان أهو مثلا مثلك يتمنى الحب يتمنى الارتباط ولكن صعب لأنه بالنسبة له أول لازم تقنع عقلي إنه في بيننا توافق وانسجام بعدين ممكن أسمح لك تدخل داخل قلبي ما في طريق بالنسبة للحب إلا بالعقل طاقة العقل وهي الطاقة المتوفرة بالعادة عند الأشخاص اللي عندهم كوكب مهيمن في الأبراج الهوائية أو في الأبراج الترابية عشان أرتاح معاك لازم أتكلم معاك وأحس بتوافق في آراءنا في كلامنا في توجهاتنا وهذا يمكن سبب لك ما قدر برج الأسد أنت رأيك صريح وانت رأيك قوي هذا الشخص ممكن يكون غير متعود عليه ولكن هذا من أيضا أحد الأشياء اللي راح تجذب عليك خالي نشوفه الحين ماذا سيقدم لك قبل الزواج للأمانة للأمانة راح يقدم لك أنا كتبتها حتى هني راح يقدم لك قبل الزواج ارتفاع ضغط الدم هذا شخص راح يتعبك قبل الزواج راح دائما خليك تشك بنفسك وتشك في وتشك في مشاعر تجاهك حار وبارد يوم يقول لك والله أحبك يوم بعدين هو يقول لك أحبك بس يتصرف العكس أو ما يقول لك أحبك لأنه هنا في شيء تضادع عنده أو ما يقول لك أحبك أو يتصرف إنه اللي بينك وبينه صداقة فقط ولكن مثلا تشوف تصرفاته هذة تصرفات حب تشوف اهتمام هذا اهتمام حب الفترة قبل الزواج نفسه راح يكون هذا الشخص مصدر قلق مصدر ارتفاع ضغطك ولكن دائما نقول لكم الغرض من القراءات إنه تكشف لك المخفي عشان لما يأتي في دربك هذا الشخص أنت تتحكم بضغطك أوكي أنت تتحكم بانفعالاتك ما في أحد يقدر يتحكم في كل نفسك ولا سبحانه وتعالي عينك على نفسك طبعا فما في طريق برج الأسد ضروري جدا أن يكون بالك طويل مع هذا الشخص إنزين ماذا أيضا سيقدم لك قبل الزواج سيقدم لك دعوات كثيرة أوكي محاولة للالتقاء فيك إنزين راح يقترح عليك أماكن كثيرة أن أنت تزورها بروحك أو مع الأصدقاء أو مع الأهل وإيضا هنا أشوف في بعد فترة بعد ما تصير العلاقة جادة في دعوة من قبل للالتقاء بأهله والجميل في هاي الدعوة إنه راح الموضوع راح هو يأتي بهم بنفسه يعني هو اللي راح يطلع باقتراح شنو رأيك يا برج الأسد تلتقي بأهلي نزين وركن بالفعل قبل الزواج في الكثير من محاولات من قبل الالتقاء فيك أحس برج الأسد أحس برج الأسد راح يكون من مصلحتك إنه تقبل بعض اللقاءات وترفض بعض اللقاءات لأن هذا الشخص ويقول لك طاقته هذا الشخص إذا عطيتك كل اللي يتمنى دفعة واحدة يفقد الاهتمام وإذا منعت عنه كل اللي يتمنى كل محاولات للتقرب منك كل محاولات الالتقاء فيك مرة واحدة أيضا سيحس بالعجز فأنت هنا معاه لازم تكون تعرفون من تلك كرامة صنبور المياه في جهة الماء فيها بارد لونه أزرق وفي جهة الماء فيها حار ولونه أحمر فهني نتكلم عن الاعتدال أو الخلطة لازم كل شخص خلطته غير كل شخص فيه ناس يحبون الماء إنه يميل يكون حار خصوصا في فصل الشتاء يكون جدا حار أو شوي حار أو دافئ فيه أشخاص حتى في الشتاء يحبون ما يكون بارد هذا التحدي أمامك مع هذا الشخص إنه تكتشف هو مع أي مع شكثر قبول وشكثر رف رح تحصل منه أفضل نتيجة ممكنة وين بصير التقاطع ما بين الحار والبارد معه عشان تأتي بنتيجة معه لأن اللي صاير حاليا في علاقاته إما أن الجنس الآخر الإناث في حياته قاعدين يعطونه كل شي يتمنى فبسرعة يفقد الاهتمام مثل الطفل اللي عنده لعبة بسرعة يتملل منها أو إنه ما قاعد يحصل اللي يبيه فبسرعة قاعد ينهي العلاقة أنت بتكون في المنتصف معتدل وبعد فترة من التعاشرة تعرف شكثر لازم تتحدى شكثر لازم ترفضه وشكثر لازم تقبل وين لازم تكون نسبة 50-50 ولا نسبة 60-60 سوري 60-40 بالمية 80-20 بالمية وين تقع معاه هذا الشي اللي لازم أنت تكتشفه ورح تضطر تكتشفه بروحك ولكن حد في بالك أنه قبل ما يدخل حياتك هذا الشخص عنده في حياته صداقات ولكن دخولك أنت رح يكون مميز كل اللي قبلك في حياته كأنما جواري أو علاقات عابرة ولكن هنا حين دخلت الملكة صار شي جد خلا نشوف أسرته هذا الشخص إما هو الأكبر أو الأصغر في العائلة زين أخوان الثانين أغلبهم مو في سنزواج أو أصلا تزوجوا فباقي هو الحين في أسرته هو سن سنزواج ولكن لحد الآن ما ارتبط أو حاليا أعزب سبق له الارتباط حاليا أعزب زين أسرة ديمقراطية نوعا ما متفتحين العقل ليسوا متدينين أو متشددين متوسطين جدا جدا معتدلين الحياة معاهم إيزي المرأة في أسرتهم لها حرية لها حق أن تخرج وتدخل وتعمل وتخرج مع صديقاتها يعطون المرأة ثقة في أسرتهم وحاليا اللي قاعد يصير في أسرتها أنه في الحاح من قبل أمه وخواته أهله بشكل عام في الحاح أنه لماذا لا ترتبط في الحاح أنه تزوج أنت وصلت إلى سن ضروري في الحين أنه تتزوج عشان عشان تقدر تأسس لنفسك حيال لأنه أصلا أنت نوعا ما متأخر يا الشريك هذا الحاح أصلا موجود فهو كأنما حاليا في مرحلة تشطيب أنا شنبت إذن هنا القراءة في شي قاعد يتشطب وهو في مرحلة تشطيب نعم عنده علاقات ولكن وهو في مرحلة تشطيب في مرحلة إنه باقي لبس شوي وثير جاهز لأنه مسألة ترى توقيت ساعات نحن نشوف نتعرف على شخص وفي بيننا انسجام واضح معاه وانجذار بس سبحان الله لأن التوقيت تعرفنا عليه في توقيت وهذا هو النصيب التوقيت يتحكم بأن هذا الشخص لحد الآن غير مستعد غير ناضج إنه يلتزم أما هو أو أما أحنا عرفتوا فهني اللي راح سبحان الله يخلي هذا الشخص هو من نصيبكم وهي مسألة التوقيت دخولك في حياته راح يكون يعني دخول كبير إيش معنى أنت بسبب توقيتك لأنه هو كلش باقي له شوي وصير يرغب وصير عنده رغبة ملحة أنه يتزوج وينجب أبناء ويعيش حياة مستقرة ولا هو هو منه ومن نفسه ما راح ما يحس بالاستعجال ولكن على وشك أوكي خلا نشوف وين راح تعيشون مع بعض خلا نشوف عن المسكن والحياة أنا عكستي هنا في هاي الكرتات هذا هو كرت المسكن والحياة برج الأسل في بداية الارتباط في بداية الزواج هذا الشخص راح يطلب منك إنما إننا ننتظر عشان نشتري بيت في البداية راح يكون توجهكم إن تسكنون في مكان أصغر من البيت على الأغلب راح يكون شقة وأشوفها شقة من فصل عن أهله يمكن تكون قريبة هذا الشقة من أهلك هذا السكن راح يكون قريب من أهلك أنت أو مكان عملك ولكن بعيد عن هذا شيء جيد قلت لك إنسان مستقل يحب أن يكون بعيد بعيد عن أهله وليس في سكن أهله ليس في بيت أهله شقة لأن هذا الشخص كأنه ما قاعد يطلب منك في بداية الزواج إنه هو مو مسألة أموال أموال فلوس وإنما مسألة خلى أول ننجيب الأبناء بعدين بعد كم سنة نبتدي مثلا إما نشتري بيت أو نبني بيت خاص فينا على الأغلب هذا شخص راح يرغب إنه يبني بيت يشكله على راحته يقسمه على راحته يهندسه على راحته لكن في البداية لا يريد إنه يتعب أو يتعنى كثيرا فخلنا أخذ شقة على أغلب هني سكنكم راح يكون إما مطل على بحر أو مطل على مكان فيه الكثير من الأشجار منطقة سكنية راقية في البداية شقة خلنا نشوف هني ماذا سيحب فيك برج الأسد راح حب فيك إنه أنت مو أمية في المية في يده مو دائما أمية في المية تتفق معه تتفق معه في أشياء قلت لك توازن ما بين الحار والبارد عندك هذا من أهم الأشياء اللي راح يحبها فيك راح حب فيك عطائك وطيبة قلبك حسك إنه أنت برج الأسد بكرة راح تكون أفضل أم أفضل زوجة يبّ لنفسها الأفضل من بعد كل هاي الوقت والانتظار يبّ الأفضل أنزين؟ يحب أيضا اختلاف آراءكم وأطباعكم يحب إنه أنت ما تردخله بشكل كامل دائما يكون عندك شخصياتك الخاصة رأيك الخاص حتى لو أوقات تنازلت بس هو يعرف إنه برج الأسد عندي رأيه مختلف وخصوصا الموضوع أنزين يحب أيضا خصوصا مع الوقت هنا نتكلم عن طاقة مع الوقت كل ما يزيد وقت زواجكم وارتباطكم راح تلاحظ أنه يصير يثق فيك أكثر وأكثر يبتدي يبوح لك بمكنونات صدره يبتدي يقول لك بأمور حتى خاصة فيك أمور خاصة بأصدقاءه أمور خاصة بأسرارهم حتى هذا الشخص راح يكون الصديق لك مو فقط شريك صديق يخبرك كل شيء احتمال الخيانة عنده جدا ضعيف لأنه قلت لك راح يعاملك أنه أنت صديق أنه أنت شخص يثق فيه نوعا ما راح يكون يمكن حتى بعد فترة أشوف كأنه ما عنده غيرة عليك أو عنده شك أنه هل أنت يا برج الأسد عندك علاقة مع غيري عندك اهتمام بشخص غيري هذا من الأشي اللي راح بالعكس تخلي يخاف أنه يفقدك وراح يشوف الحين تحبل كارت برج الأسد تشوف هل هذا الشخص من منطقتك ودولتك ولا من مدينة ثانية مصقة رأسهم هؤلاء الأشخاص احتمال كبير من منطقتكم هنا يتكلم عن مصقة رأسك ومصقة رأسه من نفس منطقتكم ولكن انتقلوا إلى مدينة ثانية ما أشوفها دولة ثانية إذا بتكون دولة بتكون دولة مجاورة قريبة لكم وإذا مدينة بتكون أيضا مدينة قريبة لكم ولكن مثلا أكبر أرقة وتوفرة فيها سبل الراحة أكثر يأتون من عائلة ترى مرتاحة فيها الكثير من أصحاب الشهادات أصحاب البظائف الجيدة وحتى هو وظيفة وظيفة ممتازة وظيفة نوعا ما ذكورية يعني بيكون مهندس مشرف دكتور أوكي عائلتهم كلها شدي عشان شدي ساكني في منطقة أخرى بعيدة عنكم دائما قاعد أحسي هنا فيها أطلالة أما أطلالة على شجر أما أطلالة على بحر أوكي فهذا الشخص بشكل عام مختصر للقراءة برج الأسد هذا شخص راح أنت استفس فيه المشاعر وهو يستفس فيك يتحدى فيك أرائك يتحدى فيك ممكن حبك للاستقلالية يتحدى فيك أن أنت تريد شريك ولكن تحب أن شركك دائما يوافقك في الرأي هذا شخص دائما أيضا هو راح يكون تحدي من أسبالك وهو بخلي هنا الطاقة اللي ألاحظها بخلي دائما علاقتكم فيها شعلة فيها انجذاب فيها أكرهك ولكن أحبك في نفس الوقت ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر